ما لا تعرف عن والد الاميرة رجو خالد الاسيف بعد خبر جواز ولي العهد الاردن الامير الحسين بن عبد الله من الشابة السعودية رجو الاسيف بدأ العالم العربي كله يسأل عن هوية ابوها خالد الاسيف وعشان كده في الفيديو ده هنعرف معلومات مسيرة عن والد الاميرة رجو الاسيف كل اللي عليك تشوف الفيديو للنهاية معروف عن السعودية انها بلد الكرم والشهامة وعشان كده بطل حكايتنا النهاردة هو واحد من ابرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية هو المهندس خالد الاسيف وهو من اهم المهندسين في الوطن العربي وكمان من اهم رجال الاعمال فعال من مأولات اتولد رجل الاعمال السعودي خالد الاسيف سنة 1953 وهو عنده حاليا حوالي 70 سنة وهو من اصل قبيل السبيع اللي ما تعرفوش بقى ان القبيلة دي اهم من كبر شيوخ بلدة العطار في محافظة سدير وهي منطقة تاريخية في نجد وسط السعودية والمحافظة دي لها باع طويلة في التاريخ وبيرجع تاريخها الى عصور ما قبل الاسلام والقبيلة دي من اكبر القبائل اللي استوطنت مناطق كتير جدا في السعودية اللي بيربطها علاقات نسب وصهر مع اسرة الى السعودية الحاكمة في المملكة العربية السعودية وكمان سكنت مجموعة منها في بلدة العطار وكان امراء العطار من الاسيف واستمر استخدام لقب امير حتى السنوات الاخيرة رجل الاعمال خالد الاسيف والد رجوة عنده اربع اخوات وهم سامي ومحمد وفيصل وبسينة ولما كبر قرر انه يكمل تعليمه بالجامعة الامريكية في لبنان عشان يدرس الهندسة المدنية وبعد ما اتخرج من الجامعة اتجوز من شركة عمره السيدة عز نايف عبد العزيز احمد ال السدري وعند ولدين فيصل ونايف وبنتين دانا والاميرة رجوة هي الاصغر بين اخوتها الحقيقة خالد الاسيف مش بيحب ظهوره في عالم الاعلام والصحافة معروف انه غني لكن محدش يعرف سروته بتوصل لي كان بالزبط لكن خالد الاسيف شغل مناصب كتير جدا وكلها مهمة زي مثلا هو الرئيس التنفيذي لمجموعة السيف الخاصة بالعقارات والمأولات والمهتمة بمجال خدمة الرعاية الصحية والامن واللي كان لها ضر كبير في تأسيس برج المملكة السعودية في العاصمة الرياض اللي بتعتبر من اهم واكبر الشركات في السعودية ومن ضمن 25 شركة متخصصة في المجال ده كمان هو عضو مجلس ادارة الشركات المحلية والدولية فهو عضو اساسي في مجتمع الاعمال في السعودية واسس شركات كتير وعزز من التجارة الدولية وكمان بيعتبر عضو مجلس ادارة في الاعمال الامريكية السعودية وغرفة التجارة العربية البريطانية وعضو في مجلس ادارة الغرفة الصناعية في الرياض فهو من اهم الشخصيات المعروفة والمحبوبة جدا في السعودية ودلوقتي بعد ما عرفت من هو خالد أليسيف أبو الأميرة رجوة إي رأيك في شخصية الطموحة اللي بتعمل في صمت قلنا رأيك في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من حكاية عين مصر